صراعات داخل الكونغرس الأمريكي حول وضع العراق القادم بعد كل ما جرى في أفغانستان وما رأيناه في العاصمة الأفغانية كابل هذا كل الصراع اللي دي يصير هو طبعاً دي يصير في مجلس الشيوخ الأمريكي حول قرار مهم جداً متعلق بالعراق اللي هو الـ AUMF Authorization for Use of Military Force القرار اللي استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية لغزو العراق في عام 2003 هذا القرار طبعاً تصوت في مجلس النواب الأمريكي على الغاء تصوت أيضاً في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي على الغاء والآن الأمور وصلت إلى مجلس الشيوخ الأمريكي وطبعاً ترقب كبير جداً لطبيعة التصويت اللي مفترض ومن المفترض أن تصير خلال هذا الشهر اللي هو طبعاً شهر 9-2021 الخلاف الكبير طبعاً اللي دي يجري وكما هو واضح بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي الديمقراطيين دي يشوفون بأن هذا القرار عفى عليه الدهار لم يعد مفيداً أصبح قديماً وبالتالي يجب اتباع الدستور الأمريكي والدستور الأمريكي هنا ينص على أن قرار الحرب يكون بيد الكونغرس الأمريكي وليس بيد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وعلى هذا الأساس يجب إلغاء هذا القرار وتعزيز موقف الكونغرس الأمريكي في مثل هذه القرارات أما بالنسبة للجمهورين يعتقدون بأن الأمر مختلف يعني على سبيل المثال هذا الرجل جيمز ريش وهو طبعاً من الحزب الجمهوري الأمريكي وهذا الرجل هو أصلاً من ولاية عيروهو الأمريكية هذا الرجل يعتقد بأن قضية إلغاء هذا القرار بهذا الشكل سيعطي رسالة إلى إيران وإلى ميليشياتها الموالية طبعاً إليها في العراق وفي المنطقة بأن الولايات المتحدة الأمريكية أصبح ضعيفة وضعيفة للغاية وبالتالي يزيدون من زخم الهجمات على الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة بشكل عام كذلك تيد كروز اللي هو طبعاً أيضاً جمهوري من ولاية تكساس لم يختلف على جيمز ريش في هذه القضية تحديداً وما قاله بل أضاف عليها وقال بأنه لو تم إلغاء هذا القرار من دون إيجاد أي بديل أو أي تعديل على قرار الأي أم أف أنا شخصياً كما قال تيد كروز سأصوت ضد إلغاء هذا القرار وبالتالي الجمهورين يريدون يغيرون هذا القرار يريدون أن يستبدلوه يعدلوا عليه لكي تبقى أداة متوفرة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة أي تعديدات ممكن أن تواجه القوات الأمريكية ولكن يجب أن نتذكر بأن الديمقراطيين هم يمتلكون السيطرة الكاملة على مجلس الشيوخ الأمريكي بالكامل وبالتالي إذا صوتوا بالكامل الجمهورين مع الديمقراطيين فبالتالي ستكون هناك عملية إلغاء لهذا القرار بالكامل ولكن أيضا يجب أن نتذكر بأن بوب مينندز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي من بداية قضية إلغاء هذه القرارات والتصويت عليها من مجلس النواب الأمريكي منذ ذلك الحين قال أن هذا القرار يجب أن نشترك به مع الجمهوريين ويجب أن لا نستغل قضية الأغلبية التي نمتلكها في مجلس الشيوخ الأمريكي وبالتالي الأمور لا زالت على صفيح ساخن حول قرار الحربي على العراق وما ممكن أن ينتج من هذا التصويت هذه القضية وكل هذه الأمور وكل هذه التطورات الآن هي طارحة سؤال كبير جدا نقلته البلومبرغ الأمريكية واهتمت به كثيرا حول ما إذا كان بايدن سيتخذ نفس القرار الذي تخذه في أفغانستان في العراق والبلومبرغ شافت بأن هناك عوامل كثيرة تقف ضد المصلحة الوطنية والقومية الأمريكية تمنع بايدن من الانسحاب من العراق لأنه إذا قرر الانسحاب على سبيل المثال فأن تنظيم داعش الإرهابي الآن يصعد وسيعطي فرصة لداعش أن يظهر بشكل أكبر ونحن رأينا ما حدث يوم أمس في كاركوك في صلاح الدين في ديالة هجمات متصاعدة من تنظيم داعش الإرهابي بالإضافة إلى ذلك أن الميشات الموالية لإيران ستستغل انسحاب القوات الأمريكية لكي تبتلع الدولة العراقية بالكامل والسيطرة عليها وبالتالي السلم سيذهب في العراق وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية ستخسر قضية مهمة بدأت تتحقق في الداخل العراقي في الفترة الأخيرة وتحديدا بعد قمة بغداد وهذا ما ركزت عليه لبلومبرغ شوف شون اللي قالته إذا انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية فسيتحول العراق بسرعة إلى منطقة نزاع بدلا من أن يكون مكانا يمكن للإيرانيين وعرب الخليج أن يتشاوروا فيه كذلك هناك قضية مهمة بالنسبة لمليشيات اللي تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية هي الخطر الأكبر الآن إذا ما انسحبوا من العراق أنه رح يقوى موقفهم في سوريا رح يقوون النظام بشار الأسد بشكل أكبر الحلفاء سيشعرون بخطر وبارتباك وحتى قوات سوريا الديمقراطية من الكرد سيشعرون بضغط كبير بالإضافة إلى ذلك سيعطي مجالا للروس واللي هم يعتبرون التحدي الأكبر بالنسبة لإدارة بايدن على الأقل والولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير أيضا وأيضا حزب الله اللبناني رح يأخذ راحته أيضا في لبنان بشكل أكبر وبالتالي كل هذا سيتحول إلى خطر على إسرائيل اللي هي الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي هذه كلها ضد المصلحة القومية الأمريكية بشكل عام وطبعا هذه الأنباء واللي صار في أفغانستان وهذا ما يحدث من القوات الأمريكية من عملية إلغاء تفويض الحرب اللي دا نشوفها الآن واللي ممكن أن يصير من دون إيجاد بديل بالإضافة إلى ذلك أن القوات الأمريكية الآن في العراق أصبحت قوات غير قتالية هذا كله سيفتح الباب وفتح الباب أساسا إلى استراتيجيات جديدة بدأت تفكر بها عدد من الدول في المنطقة من دون النظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية أولى هذه الأطراف هي إسرائيل رئيس الموساد الإسرائيلي السابق يوسي كوهين شوف شنو اللي قال قبل ثلاثة أيام على هذا الموضوع بعد سقوط أفغانستان بيدي طالبان ينبغي على إسرائيل الخشية من انسحاب أمريكي من العراق ومن ازدياد الحضور الإيراني هناك وأضاف أيضا يتعين على إسرائيل وقادتها بلورة استراتيجية وتحديد أهداف واضحة لسياسة إسرائيلية جديدة في الشرق الأوسط الأكبر من هذه والأكثر تأثيرا من هذه هو أن الاتحاد الأوروبي الآن باجتماع صار بين وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي جميعا بدأوا يفكرون أن بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وبعد كل اللي صار أنه إحنا لازم نسوي جيش الخاص بنا جيش أوروبا بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية وأن تواجد في المنطقة وينظرون أيضا حقيقة بتركيز كبير إلى العراق وما ممكن أن يحدث به أي خلل في الإدارات الأمريكية وتعاقب الإدارات الأمريكية وتغيير المزاج الجيش الاتحاد الأوروبي موجود وممكن أن يتدخل وبالتالي هذا عامل ممكن أن نراه إذا ما استمرت إدارة بايدن في طبيعة الانسحابات وطبعا هذه أخبار غير جيدة للولايات المتحدة الأمريكية لأن تخسر دورها كشرطي في المنطقة بشكل عام وهيبتها وعظمتها كولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى ذلك أن هناك تحديات ودأت تظهر جديدة كوريا الشمالية مفاعل نووي جديد رغم امتلاكم للقنبلة النووية لكوريا الشمالية وهذا أمر معروف ولكن هذا المفاعل النووي اللي هو يونغ بيون اللي هو يقع طبعا شمال العاصمة الكورية الشمالية اللي هي بيونغ يونغ على بعد مئة كيلومتر هذا المفاعل رجع وشغله كوريين حقيقة مرة ثانية بعد التوقف لمدة ثلاثة سنوات بعد ما صارت مناورات بين الولايات المتحدة الأمريكية مناورات عسكرية بينها وبين كوريا الجنوبية الآن رجع وشغله أنشطة نووية في كوريا الشمالية أنشطة نووية في إيران مشكلة خطيرة جدا لبايدن السياسة الخارجية لا تبدو بخير خاصة وأن مصادقة حقيقة الشعب الأمريكي على بايدن في انحدار دائم وبالدرجة الأساس ولعب دورا كبيرا في هذا الموضوع أيضا ليست فقط الكورونا فيروس وإنما الانسحاب من أفغانستان ووصلت عملية مصادقة بايدن ومصادقة الشعب الأمريكي على بايدن هبطت إلى 45.9% ولأول مرة ترتفع عدم المصادقة على بايدن على المصادقة بنسبة 48.4% ولكن يجب أيضا أن نتذكر بأن قضية إدارة الحروب بالنسبة لإدارة بايدن هي رفعت شعار الحروب الأبدية وإنهاء الحروب الأبدية وبالتالي ليس مستبعدا ما ممكن أن يحدث في الداخل العراقي حول هذا الموضوع تحديدا إذن ينضم إلينا شكرا